رفض موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعوات استراليا لازالة تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية حول جرائم حرب ارتكبتها القوات الاسترالية في افغانستان وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جولي ديان قد ارفق لتغريدته صورة لجندي استرالية يضع سكينا على عنق طفل افغاني وقال مبدع الصورة ان الهامه جاء من تقرير لبي بي سي عن القوات الاسترالية التي قطعت حنجرتين طفلين افغانيين يبلغان من العمر 14 عاما وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون تغريدة المسؤول الصيني مزيفة وطلب الحكومة الصينية بالاعتذار وفي يوم ثلاثة ردت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خوات شونين بالقول ان تصريحات كمبيرا تهدف الى صرف الانتباه عن التقرير